ترجمة نانسي قنقر موسيقى إنو يطلع من الدار يومان ويجي لاكيلا الدار مسكونة وإنت ما تقدرش تدخل قد أشوف قش بتكون الجواب تا أي واحد في العالم يا شباب نضبوا إلينا بيوت الليب رلي علينا المعاناة والنكبة ما انتحتش في الـ 48 استمرت بمصادرة الأراضي هدم البيوت سياسة التخطيط الإسرائيلية منذ النكبة حتى اليوم تعمل كل جهودها حتى تشوّح لهيز التاريخ الفلسطيني وتعيد بناء المعاني لهذا المكان موسيقى هجموا أمودة الجزء تعالوا أمودة جيداكم وعطبتوا يعطيني الديارفين هم يارفينكم الشجرة هاي فيها كمان لمون كمان بردقان وكنابل قعدنا كل يوم يرتم علينا شغلة وخليناها عشان نتذكر شو مرأت الملد شو مرأتنا ما بدي أمرأ نكبة تانية أنا عمري ألاف سنين وكل شي بتغير مش عم بقول اني حاب بأسير يوتوبيا ومدينة كاملة مكملة بدي أبنائي وبناتي المنفيين يرجعوني بدي أزدهر كمان مرأة قصة الليد هي قصة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر